أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا صلط من خلاله الضوء على أبرز خطوات الطريق نحو النقل المستدام والمرن وتأثير ذلك على انبعاثات قطاع النقل على الاحتباس الحراري أوضح التحليل أن قطاع النقل يعد أكبر مساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل الاتحاد الأوروبي حيث يمثل حوالي 28% من إجمالي الانبعاثات حيث مثل استهلاك قطاع النقل 95% من الطاقة الناتجة عن الوقود الإحفوري عام 2019 كما تم تطرق التحليل إلى الفرص الاقتصادية الناتجة عن النقل المستدام مشيرا إلى أن الأموال المستثمرة في تحسين قطاع النقل تعد ذات فائدة اقتصادية وليست أموال المهضرة